ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وذكرت المديري العام للأمن الوطني في بلاغ لها أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد تم ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة وهما في حالة سكر متقدمة بعدما قام أحدهما بتهديد أحد الأشخاص بواسطة بندقية الصيد مطلقا رصصتين تحذيريتين بسبب خلاف عرضي بالشارع العام ومكنت عملية التفتيش وفق البلاغ من حجز بندقية الصيد المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بينما أوضحت عملية تنقيط المشتبه فيهما أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح الأمن والضارك الملك بولاد تيما والضارك الملك بآقادير في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد وتم حسب المصدر ذاتها الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفية هذه القضية ترجمة نانسي قنقر